نستطلع الوضع ميدانيا مع الزميلة هديل في البقاء هديل سيهام تستمر الاستهدفات الإسرائيلية آخرها على محيط مدينة بعلبك تحديدا هذه الغارات استهدفت بلدات دورس ومشكة لم تتكشف بعد إذا كان هناك إصابات أو شهداء إثر هذه الغارات لكن دورس تحديدا باتت تتعرض يوميا لعدد من الاستهدفات الإسرائيلية بالتالي معظم أهالي هذه البلدة كانوا قد نزحوا منها وأبرز الغارات كانت الاستهداف في مدينة الهرمل الذي أسفر عن خمسة شهداء بينهم أطفال وسيدات ورجل شاب واحد فقط هو جنسي من سوري الجنسية بحسب ما وصلت الأنباء بالإضافة إلى تسعة جرحة نشير إلى أنه في ذات الموقع يوم أمس كان هناك أيضا في الهرمل استهداف إسرائيلي أسفر عن أربعة شهداء بينهم طفلان وعشرة جرحة الاستهدافات متكررة لهذه المدينة الواقعة في أقصى شمالية البقاع بالإضافة لما حدث بعد منتصف الليلة من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الجانب الآخر من معبر المصنع الذي يربط كل من الأراضي اللبنانية مع الأراضي السورية الجهة السورية مسمى بجديدة يابوس معبر جديدة يابوس تم استهدافها بعد منتصف الليل بالتالي قطع هذا الطريق نهائيا بعدما كانت قد استهدفته المقاتلات الحربية الإسرائيلية قبل نحو أسبوعان تم استهداف معبر المصنع وقطع الطريق بين الجانبين بالإضافة إلى معبر مطربة الذي تم استهدافه أيضا قبيل معبر المصنع الغارات الإسرائيلية ما تزال مركزة في شمالية البقاع تحديدا في بعلبك ومحيطها ومدينة الهرمل بالإضافة في غربي البقاع يوم أمس آخر الغارات في غربي البقاع كانت على بلدة يحمر أسفرة عن شهيدين ونشير أخيرا سهام إلى أنه قبل لحظات قامت المقاتلات الحربية الإسرائيلية بخرق جدار الصوت في أجواء البقاع شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك